أهلا بكم من جديد ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 57% مما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا وأوضح المدير العام لهيئة الطيران المدني سعادة سيف محمد السويدي أن عدد المسافرين خلال تلك الفترة سجل نحو 32 مليون مسافر مقارنة بأكثر من 20 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي وتوقع استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري بفضل إنجازات قطاع الطيران الإماراتي وحصوله على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقا للنقل الجوي على النطاق العالمية موسيقى